بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين سيدنا محمدين وعلى آله وصحابته أشمعين وبعد تلاميذ الأعزاء تلميذات العزيزات مع درس آخر إن شاء الله تعالى الدرس السابع عشر من مادة التفسير للسنة الأولى من سلك الباكالوريا شعبة التعليم الأصيل مسلك العلوم الشرعية واللغة العربية عنوان درسين اليوم إن شاء الله تعالى جزاء المؤمنين كما نبدأ به دائما تستير الأهداف والتعرف على أهداف الدرس المعمول بها في كل الدرس وأهداف الدرس هي كالتالي الهدف الأول التعرف على أسباب استحقاق البشارة للمؤمنين بالنعيم المقيم تانيا تبيان الجزاء الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين العاملين ثالثا الحرص على الحصول على هذا الجزاء إذن بعد إعلان أهداف الدرس ننتقل بهم إلى النص المؤطر لهذا الدرس وهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إذن هذه الآية من صورة البقرة الآية خمسة وعشرون بعد قراءة النص قراءة النموذجية ننتقل بكم إلى مدلولات الألفاظ والعبارات والعبارات هي كالتالي وبشر من البشارة والبشارة هو الخبر الصار المفرح وبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم جنات جنات هي حدائق ذات شجر ومساك الكلمة الأخرى وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الحسن عفوا واللذة مطهرة خالية من كل دنس وقذر حسا ومعنى بعد شرح مدلولات الألفاظ والعبارات ننتقل بكم أعزاء التلميذ إلى مغمون هاته الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار بيان بعض مظاهر النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى في الجنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بعض الأحكام والقيام المستفاذة من هاته الآية الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب لاستحقاق الجنة ثانيا استحباب بشارة المؤمنين وترغيبهم في الأعمال الصالحة بذكر جزائها وثمراتها ثالثا الحرص والمسارعة إلى التزود بالعمل الصالح للفوز بنعيم الله وثوابه إذن هذه بعض القيم والأحكام مع المضمون الواردة والمستفادة من هذه الآية ننتقل أعزاء التلميذ إلى محاور الدرس وهي كالتالي المحور الأول جزاء المؤمنين العاملين المحور الثاني أسباب استحقاق البشارة بالنعيم المقيم إذن أعزاء التلميذ ننتقل إلى التحليل لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكافرين وما أعد لهم من عقابي وذلك هي نار جهنم ناسب ذلك أن يذكر الجنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب وهما أداة الهداية والإصلاح في هذه الآية الكريمة أمر سبحانه وتعالى رسوله أن يبشر المؤمنين المستقيمين بما رزقهم من جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرات نقيات من كل أذى وقضر وهم فيها خالدون ونستخلص من الآية كذلك أن كل من مات مشركا أو كافرا بالله فلن يدخل الجنة وإنما يدخل النار قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذه الآية في الصورة المائدة الآية 72 كما أن أهل الجنة الذين يستحقونها هم المؤمنون بالله ورسوله ولهم صفات من اتصف بها دخل الجنة وقد ذكر الله هذه الصفات في صورة المؤمنون حيث قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إذا من خلال هذه الآيات التي تلوت عليكم من صورة المؤمنون تتبين صفات المؤمنين وهي الإيمان مع العمل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقد ذكر الله تعالى أن من صفات المؤمنين محافظتهم على الصلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون إذن إقامة الصلاة والمحافظة عليها من الأعمال الصالحة التي تنال بها الجنات النعيم المقيم بإذنه سبحانه وتعالى ومن صفات المؤمنين كذلك ترك اللغو من الكلام وهو كل ما زاد عن حده ولا فائدة من ورائه وما أكثر الأعمال الصالحة التي نحن محتاجون إليها فتلك الأعمال الصالحة هي سبب في الدخول إلى الجنة فالجنة أعزاء التلاميذ تنال بالإيمان والعمل الصالح ولا تقتصر على الإيمان فقط بل لا بد من الإيمان مع العمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقيل أن الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحة الدرجات تستحق بالأعمال الصالحة لكي يرقو الإنسان أو المسلم غدا يوم القيامة في جناته لا بد له من الأعمال الصالحة إذن شرط الجزاء الإيمان مع العمل الصالح ننتقل إلى أسباب استحقاق البشارة بالنعيم المقيم قد تطرقنا إلى ذلك وهو استحقاق نيل النعيم المقيم في الآخر هو الإيمان مع العمل الصالح قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والجنة طبعا يلبستان ذي شجر كثيف ولتف الأغصان ثم صارت إسما شرعيا لدار النعيم في الآخرة وهي درجات كما تعلمون والأنهار أنهار الماء واللبن والعسل كما وصفها سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى إلى آخر الآيات كما رزقوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هؤلاء المؤمنون غدا يوم القيامة كلما رزقوا شيئا من هذه التمرات قالوا قد رزقنا ذلك من قبل كما أخبر سبحانه وتعالى أنهار مؤتوه متشابها في اللون غير متشابها في الطعم زيادة في حسنه وكماله وعظيم الالتذاذ به فثمار الجنة متماثلة في حسن منظرها ولذة طعمها كما قال سبحانه وتعالى وأتو به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الصورة والرائحة ويختلف في اللذة والطعم وقيل متشابها في اللون مختلفا في الإسم وقال سبحانه وتعالى إضافة إلى هذا النعيم وهذه الخيرات قال سبحانه ولهم فيها أزواج مطهرة أي غاية الطهر من كل ذنس وقذر حسا ومعنا مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق واللسان والأبصار لا يعتريهن أي نقص مما يعتريهن في الدنيا هاته الآية فيها مبشر ومبشر ومبشر به فالمبشر هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا المبشر هم المؤمنون العاملون للصالحات والمبشر به الجنات والخيرات التي عنده سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى وهم فيها خالدون أي خالدون أبدا وفي الحديث يا أهل الجنة لا موت خلود كما رواه هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه بعد هذا التحليل تلاميذ الأعزاء ننتقل بكم إلى هذايات الآية وإرشادات هذه الآية أولا فضل الإيمان والعمل الصالح فضل الإيمان والعمل الصالح إذ بهما كان النعيم المذكور في الآية لأصحابهما ثانيا تشويق المؤمنين إلى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا لها بفعل الخيرات وترك المنكرات إلى ها هنا تلاميذ الأعزاء انتهى درسنا ومع درس آخر في حصة أخرى إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر